اشتركوا في القناة الهانابل الذي سنلخصه قريب جداً بعد أن نخلص هذه السلسلة شجز يبدأ فيلمنا مثل كل أفلام السفحين مع عميلة في مكتب التحقيق الفيدرالي المحائقة كلاريس والذي نكتشف أنها لسه متعينة جديد و لسه لم تخلصت تدريباتها لذلك هي محائقة تحت التدريب ونرى تتدرب عادي مثل كل يوم روتيني بالنسبة لها ولكن يكلمها أحد ويقول لها المحائق كورفيد أريد أن ترىك فعلاً بتروح كلاريس مكتبه عشان تشوف صور وتقارير متعلقة على الحيطة من القضية اللي هو شغال عليها وبتشوف صور اللي بدأت مقتلين و جلدهم مسلوخ وفي النص بتشوف تقرير الجريدة مكتوب فيها السفاح بافلو بيل يقتل الضحية الخامسة وبعد شوية بيخش المحائق كورفيد وبيكلم كلاريس وبيقول لها أنه عايزها في مهمة وبسيطة ولكن من سهلة بيطلب منها طرح تتكلم مع السفاح هناب الليكتر واللي كان حالياً محبوسهم صحة نفسية مشادلة الحراسة بعدما تقابض عليه بدومة القتل وأكل لحم ضحاياه وسأب الزيارة هو أن كلاريس كيت هتحقق معاه عشان تستكشف عاليته وطريق تفكيره وده سيساعدهم في كل قضايا السفاحين التانية والجديد بالذكر أن هناب الليكتر قبل ما يبقى سفاح كان طبيب نفساني فالموضوع مش هيكون سهلة خالص والمحائق كورفيد بالفعل راح وعم 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 وقبلاك كتير ولكنه مطلعش بحاجة مفيدة وفي أغلب المرات هناب اللي كان بيخترق عقل اللي بيحقق معاه وبالرغم من كل ده كلاريس بتقبل المهمة الصعبة دي وبتكرر تروح وبتشوفه ندي بفرصتها عشان تحصل على ترقية وتبقى محائقة رسمي فعلا بتصع كلاريس للمصاحة النفسية دي اللي محتاج لسفيها هناب الليكتر وبتقابل هناك الدكتور شيلتون مدير المصاحة والذي بيستقرب أن كورفورد بعت محائقة بنت وكمان تحت الددريب عشان تتكلم مع هنابل وبيكون شايف أنها مش قوية نفسيا كفاية عشان تتعامل مع حد زي هنابل ولكن بيستسلم الأمر الواقع وبيكرر ياخدها تقابل هنابل ولكنه بيديها تحذرات كتير زي أنه ما تديش هنابل أي حاجة يطلبها منها ولو حتى ألم وأنه في مرة من المرات هنابل عمل نفسه مريض وجات ممرضة عشان تكشف عليه ولكنه عض ودناه وقطعها وبيقعد يكلمها وبيقول لها قد إيه هنابل مش إنسان وإنما هو كائن متوحش وبعدها بتسمع كلاريس كلام دكتور شيلتون بتشوفوا أن كره دكتور شيلتون لهنابل هيقص على مقابلة وبتطلب أنها تتكلم مع هنابل لوحدها فعلا بتخش على الحجز وبتشوف الزنزانات الكتير واللي كلها كانت مقفولة بقطبان حديدية وفي واحد من الزنزين جواها مريض نفسي اسمه وجز مش وجز بتاعنا أكيد يعني واللي بيشتم كلاريس وبيقول لها ألفاز خارجة ولكنها تتجه له لحد لما بتوصل لزنزانة هنابل واللي كانت مقفولة بإزاز مضاد للاختراك مش قطبان حديدية زي الباقي وبتلاقي كلاريس إن هنابل واقف مستنيها وبعد ما بيشوف الهوية بتاعتها بيتدائج جدا وبيقول لها هو كروفورد الجن ولا إيه بعتلي طفلة تحت التدريب فبتقول له أنا هنا جاي أتكلم معاك وتعلم منك وحكم علي أنت في الآخر هنابل طفلة ولا لأ وبتوقع كلاريس وبيقول له فيه اختبار نفسي عايزك تقرأ وتبدأ تجواب عن الأسئال اللي فيه ولكن هنابل بيقطعه وبيقول لها وما الأخبار كروفورد إيه دلوقتي عمل إيه في قضية بافلو بيل هل قدر يقبض عليها لسه فكلاريس بتقول له ما عرفش وماليش دعوة أنا جاي أتكلم عن الاختبار فهنابل بيقول لها بمأنك زكية كده تفتكر ليه بافلو بيسلق جلد الضحايا بتوعه فبتقول له كل السفاحين بيحبوا يبقى عندهم تسكار من ضحاياهم فهنابل بيقول لها أنا ما بيخدش تسكار من ضحايا فبتقول له أيوة أنت كنت بتاكلهم فبيتضيق هنابل بيقول لها أنا مش هساعدك في حاجة وبتخرج كلاريس ولكن هي خارجها السجين ويجز بيشتمها تاني وبيتفف وشها فهنابل بينادي على كلاريس وبيعتذر لها عن تصرف ويجز وبيقول لها أنا هديك الخيط للأبض على بافلو دوري على واحد من المرضى النفسيين اللي كانوا بيتعالجوا عندي واللي كان اسمه موفيت وبتفرح كلاريس بالمعلومة دي وبتخرج وبتكلم كلاريس المحاية كروفود وبتعرف منه أن هنابل قتل السجين ويجز اللي كان بيشتمها وقتلوا طلاقة غريبة وهي أنه قاعد يهمسله ويزن في ودنه لحد ما بلع لسانه واتخنى والمعلومة دي بترعب كلاريس ولكنها بتكمل تحقيها وبتحاول توصل لأي حاجة عن المريض النفسي بتاع هنابل واللي كان اسمه موفيت وبتوصل كلاريس لمخزن قديم كما أجروا موفيت واللي كان واحد من مرضى هنابل النفسيين وبتخش المخزن عشان تلاقي لبس بنات وفساتين ومانيكانات في كل حط وبتلاقي عربية قديمة متغطية وبتكشفها وببصوا جواها عشان تلاقي بطرامون جواه رأس راجل مقطوعة ومتحنطة الغريب بقى ان رأس الراجل كان عليها مكياج نسائي وبعد ما بتشوف كلاريس كل ده بتطلق على طول الجارية على هنابل واللي بيديها فوطة وبيقول لها نشيف شعرك اللي ببلل المطر وبتسأله كلاريس رأس مين دي وهل انت اللي قتلته فبيقول لها دراس واحد مريض عندي وكان عنده ميول جنسية غريبة بالعربي كده كان عاوز يتحول جنسين ولكن ما قدرش ومش انا اللي قتلته وبعدها بيقول لها انا ممكن اساعد في موضوع بيل بافلو ده كل اللي انا عايزه تديني الملف بتاعه قراءه وتنقليني من المصحة دي بعيد على الدكتور تشيلتون وتوديني اي سجن تاني عادي اقدر اشم فيه هوا واشوف في الشمس فكلاريس بتقوله هحاول بس ما وعدكش انا بيقول لها ما اتأخريش لان وانحنا بنتكلم ممكن يكون بيل بيدور على ضحية جديدة ولا حاجة فعلا دالة بنكتشفه وبنشوف شخصي بيستخدم نظرات رؤية ليلية عشان رائب بنت مروحة بالليل البنت دي كانت كاثرين واللي وهي ماشية بتشوف نفس الشخص بيحاول ينقلعفشه ويحطه في عربية ولكن دراعه كانت مكسورة فبقرار كاثرين انها تساعده ولكنه بيبدأ يضرب فيها ويحبسها جوة العربية ويقطع هدومها ويرميها ويفرح هذا الشخص عندما بيبص على مقاس الجاكت بتاع كاثرين ويجد له مقاس كبير وبعد ذلك نرجع لكلاريس واللي بيجي لها تصار من محاق كورفورد ويقول لها انهم لقوا ضحية جديدة لبل فبتتوجه هي ومحاق كورفورد المشرحة وفي الطريب يتكلمه وكلاريس بتقول له انا عارف انك بعتني الهانابل عشان ساعدك تحل قضية بيل وبعدها بتقول له العرض التعانابل فبيقول لها انه هيفكر فيه وبعد ما بيصل للمشرحة بنشوف الجسة واللي كانت ضحية تانية غير كاثرين وبنكتشف انها بقالها تلات ايام مختفية وجلدها مسلوخ طبعا وكمان ضغفرها تحتها طراب واسمنت كأنها كانت بتحاول تكحط بضغفرها عشان تطرب من المكان والغريب انهم بيكتشفوا في فم الضحية شرنقة لفراشة اسمها فراشة الموت والفراشة دي كانت فراشة من اسيا ومش موجودة هنا في امريكا تماما وبنشوف بعدها سفاح بافلو بيل واللي كان محتاجة كاثرين في حفرة في الارض وكاثرين كان بتحاول التفاوض معايا وبتقول له انه امي سيناتور في الكونجريس الامريكي ماعرفش يعني ايس يعني اكيد في حد عارف الموضوع ده وهتعملك لنفسك فيه ولكن بيل ما بيستجيبش لها وبينور نور فوق الحفرة عشان تشوف كاثرين اصار ضوافر الضحايا اللي قبلها والدم اللي من ايديهم على جدران الحفرة لما كانوا بيحاولوا يتسلقوا ويهربوا وبتصرخ في رعب وبعدما بتروح كلاريس بتشوف خبر خطف كاثرين واللي كانت بنت سيناتور في الكونجريس والقضية بتاعت بيل بدأت تجزي باهتمام اكبر فبترجع تاني كلاريس لها نبيل وبتقول له انها موافقة على العرض وكمان بتديله ملف القضية وبتبدأ تتكلم معاه عشان تعرف هوية بيل بافلو الحقيقية والمكان بتاعه ولكن هانابيل بيقول لها في مقابل كل معلومة هقولها لك انت هتحكيلي عن نفسك وبنعرف من كلام كلاريس مع هانابيل ان امها ماتت بعد ولادتها والنبوها كان زابط في الشرطة وماتت هو كمان لما هي كانت صغيرة المرة دي دور كلاريس انها تسأله وبتقول له على شرنكة الفراشة اللي في فم الضحية بولانة دي بترمز للتحول ان الشرنكة دي بيطلع منها فراش زي السفاح بتاعك واللي عايزة تحول لانسة عشان يصبح شيء جميل وبنعرف من هنا بل ان السفاح ده كان مريض عنده وبيقول لك لاريس لو عايزة تعرفي هو مين بجد دوري في المراكز الطبية اللي بتعمل عملية التحويل الجنسي دي وشوفي هل في حد اترفض لانه كان غير متزن نفسيا ساعتها هتعرفي هو مين السفاح وبتخرج كدارس عشان تعمل ده ولكن بعد ما بتخرج بتكتشف ان الدكتور الشلطن كان بيسجل كل الكلام اللي تقال وده لانه كان مداء من كل مرة كلاريس بتقابل فيها هانابل وما بتعرفهوش هي وصلت ليه وبيخش شلطن لها هانابل وبيقول ان العرض بتاعك لاريس مش حي وانك عمرك ما هتخرج من هنا اللي ازا قلتلي على اسم السفاح فهانابل بيقول اسم السفاح لويس بس مش هقولك اسمه السنائي ايه الا لما تاخدني لي السيناتور ذات نفسها عشان تأكد لي انها هنتيري من هنا والجليل بالذكر ان شلطن كان ماسك ألم معدني وهانابل كان مركز مع القلم ده جدا بعدما هانابل بينتيل عشان يقابل السيناتور بيكون متربط ومتكتف وطلعون عينه وبيقول لهم ان اسم السفاح هو لويس فريند وبعد ده اللي حصل ده بتروها كلاريس وبتزورها هانابل وبتقوله ان العرض بتاعها كان حقيقي وان شلطن لعب من وراء ظهرها فبيقول لها هانابل انه مش متضايق منها وبتطلب منها تحكيله عن حياتها بعد موت أبوه فبتقول انها انت قلت تعيش عند قريبها في مزرعة ورايبها دول كان عندهم حملان في الحظيرة او خرفان يعني وفي يوم من أيام دخل ذئب على الحملان دي والحملان بدأت تصرخ وكلاريس مقيد ريتشت تساعدهم ومن ساعتها كل يوم بتصحى كلاريس على صوت صريخ الحملان فهانابل بيقول لها لو قدرت توقف القاتل باولو يمكن الصريخ ده يقف وبيرجع لها الملف بتاع القضية وبيقول لها ركزي في التفاصيل التفاصيل اللي زودتها فبتاخدوا كلاريس وبتمشي وبعدها بشوية بيدخل اتنين زباط وبيكون معهم اكل الهانابل وبنكتشف ان الهانابل سرق سن الالم بتاع تشيلتون وبيستخدمه عشان يفقه الاصفاض وبيقتل الزباط بطريقة بشعة وبيمسك واحد منهم وبيمثل بجسطه وبيعلقه في الزنزانة وبيقطع وش الضحية التانية وبيلبسه على وشه وبياخد لبسه وبيلبس الزابط لبس المساجين وبيعمل نفسه هو الزابط وبيرف عربية اسعاف وبيشيل وش الزوتنا على وشه وبيقدر يهرب اخيرا ويرجع ابشع سفاح في التاريخ انا باللي اكثر للحرية مرة اخرى بعد كلاريس احدا مع صاحبتها بتراجع الملف بتاع بيل وبتشوف اشهادات من هانابل بأنها تدور على الضحية الاولى لبيل فهنا بتروح لابوها وبتعرف منه انه خطف الضحية لمدة 3 ايام وسلق جلدها عشان يصلع نفسه زي مصنوع من جلد النساء وده سيساعده عشان يتحول زي ما هو عايز في نفس الوقت المحاق بيقدر يحدد عنوان البيت اللي بتتبعت عليه فراشة الموت من اسيا وبيقرر يروح عشان يقبض على بيل ولكن كلاريس بتكمل تحية وتوصل لصاحبة الضحية الاولى وتعرف منها انه في 6 حجوزة كانوا بيشتغلوا عندها هي والضحية الاولى في تصميم الازياء فتطلب كلاريس عنوانها وتروح عشان تعابلها ولكن اللي بيفتح الباب بيكون راجل في التلاتينات وطبعا كلكم عارفين ان الراجل ده يبقى بيل بس كلاريس ما كانتش متأكدة وبتطلب منه رقم الستة العجوزة صاحبة البيت فبيب بيقول انه هيشوفه لكن بتشوف كلاريس فراشة الموت اللي كانت موجودة في الضحايا وكمان بتسمع صراخ كاثرين وبتتأكد ان ده فعلا بيل بترفع عليه السياح لكنه بيهرب منها لقابه عند كاثرين وبيقطع النور وبيلبس نظرات الرؤية الليلية ولكن كلاريس بتضرب نار على الشباك وبتنور المكان وبعدها بتضرب نار على بيل وبتتقلو وبتوقف السفاح بافلو بيل عند حده وبتنقض كاثرين بنت السيناتور وطبعا بعد اللي حصل وتتكرم كلاريس من مكتب التحقيق الفيدرالي وبتخلص تدريبها وبتترقى عشان تبقى محاقية رسمية بعدما بتترقى هانامي بيتصل عليها وبيقولها هل بطلت اسمع صوت صريخ الحملان بعدما انقصت كاثرين وبعدها بيقولها انا مش هدور عليك ولا انت تدور علي يا كلاريس ولكن كلاريس بتقوله ما وعدكش ان مش هابض عليك فبيقولها ماشي هنشوف بعدها بيقول انا مضطر افل معاك عشان هروح هتغدى مع صديق قديم لي ولكن كلاريس فهمت انه قصده هيتغدى بالصديق القديم مش هيتغدى معاه وابنكتشف ان الصديق ده يبقى دكتور شيلتون مدير المصحة خابه هنتهي الفيلم على كده وحنا عارفين انه انا باللي اكتر حر طريق وجعان ومتعطش لضحايا جديدة وده اللي هنشوفه في الحكايات اللي جاية ساشتعمل لك وشتري في القناة وطرق الجرس عشان نصلك كل جديد نشوفك في فيديو الجاي يلا السلام